اشتركوا في القناة والأزهر الشريف ما زلنا نناقش صحيفة الأعمال التي سوف نتلقاها إما باليمين أو بشمال يوم القيامة السؤال عن الكيفية كيف يتلقى الإنسان كتابه يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى هذا السؤال أجاب عليه القرآن الكريم بوضوح شديد وهو أن بعض الناس يتلقون كتابهم أو صحيفتهم بأيمانهم وهذا إشارة على أن هذا أمر ميمون وأمر يبعث على السرور لأن العرب دائما تعبر باليمين عن السرور وتعبر بالشمال أو بالجسار على العكس وهنا أيضا نتحدث حين نتحدث عن الأيمان أي اليد اليمنى اليد اليمنى نعم بالشكل بالكيفية الدقيقة طبعا لأنه قلنا أنه أن الإنسان بعث على ما كان عليه نعم عائة التي حتى ولد عليها كمان بعضهم يأخذ وطبعا هذا الفريق الآخر السيء يأخذ كتابه أو صحيفته بشماله بعضهم يأخذها من وراء ظهره وأيضا من الشمال من وراء ظهره وهذا هو الأشد فالناس على درجات أو على أصناف في تلقي هذه الكتب وقراءتها عندنا الآية الأولى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي كما لو أنك أنت مثلا أعطيت جائزة وفرحا بالجائزة وبتوريها للناس ها أم اقرأوا كتابي يعني هلموا شوفوا أنا عملتي في الدنيا هلموا اقرأوا كتابي طبعا يعني والآيات بعد ذلك تدل على أنه فرح ومبسوط وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية طبعا ده مما رأاه أول ما شاهد كتابه تألم وحزن وتمنى لو أن الموتة يعني موتته في القبر كانت قاضية كانت قاضية عليه تماما ولم يبعز يعني زي ما يقول للمفسرون لأن الذي رآه من هذه الصحيفة أو من هذا الكتاب أشد بشاعة وأشد مشقة بكثير جدا مما كان في القبر وأنه كان يتمنى أن تكون موتة القبر هي الموتة الأخيرة التي يعني تريحه ولا يتعرض بعدها يعني إلى ما يتعرض الحساب وقراءة الكتاب ثالث بقى اللي هو وأما من أنت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا يدعو ثبورا الثبور هو الهلاك يعني يصيح ويقول هلكت وتكملت الآية تلفت الأنظار القرآن يعقب ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور لن يرجع اغتر بالدنيا مش اغتر بس يعني آه اغتر دي ممكن يعني لا تصور المعنى إنه كان في أهله كان مطرفا وأنه ترك هذا الترف يسيبر عليه لم يفكر في عواقب الأمور كما يفكر الآخرون لم يكن لديه وقت من الترف ومن الانغماس في ملذات الدنيا يفكر فيه أنه متى سيرجع إلى الله ولأنه نفكر في هذا سوف يتخلص من كثير مما يفعله الآن ومما كان السبب في أنه يأخذ كتابه بوراء ظهره والتذكير هنا الإشارة إلى أهله فيها تذكير بأنه سيكون وحيدا منفردا في لحظة الحساب يوم تذهل كل مرضعة عما أرضاه ده ليس يعني وحيد يوم يثر المرء من أخي من أخيه بعدين لا يفكر إلا في نفسه فعلا يعني فهذا التعقيب يربط بين الإصراف في المتع الدنيا وكيف أنه بالضرورة ينسي الإنسان أنه سيرجع إلى الله يوم القيامة شيئا فشيئا إلى أن يرى الأبيض أسود والأسود الأبيض يتعامل على هذا الأساس ويوم القيامة يستيقظ ولذلك القرآن أنه كان في أهله مسرورة أنه ظن أن لن يحور يحور كلمة حارة ويحور ورجع رجع يرجع أنه ظن أنه لن يرجع إلى الله هو ربما يرد على ذكر فعلا القيامة لكن يعني الانغماز في الطرف والانغماز في ما يلهيه عن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله كأن هذه الفكرة بعيدة عنه وكأن الآخرين هم الذين سيرجعون إلى الله لكن هو في يعني مأمن وبعيد وكثير من الناس كذلك طبعا لا يكون بالا كفى يعني أن هؤلاء الناس فعلا لأن ليه الترف وحش أو يعني القرآن دائما نذكره في سياق سلبي لأن الترف هو وراء الأنانية والأنانية هي وراء الاعتداء على حقوق الناس وظلم الناس وعدم الشعور بالآخر والأديان نزلت لحماية هذه الحرومات فهذا الترف ينسيه هذا الكلام لأن دائما الغنى هكذا ينسي المال يقدر في تكريم للفقراء وأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس في تكريم الفقراء وفي إيقاظ للأغنياء أن ينتبهوا إلى أن ما في أيديهم ليس ملكهم مش دلح يدخلهم الجنة مش دلح يدخلهم الجنة وهذا أول عيوب الرأسمالية التي تحكم العالم الآن في أن الإنسان الحرية في أن يملك والحرية في أن يصرف والحرية في أن يعتقد والحرية في أن يقول ما يشأل الحرية الأربعة لبقى يسموها لا طبعا الحريتين الأوليين سببت للعالم يعني مشاكل كبرى أن تحر في ما تملك وحر في أنك أنت تحبس ما تملكه عن الآخرين هو ده أنه كان في أهله مسرورا أنه ظن أن لا يحر سواء كان على مستوى الفرد أو حتى على مستوى الدول الدولة الغنية التي تظن أنها كل شيء ملكها وأنها حرة في أن تصرفه على الآخرين المحتجين أو لا فعلا وسيصيبها ما يصيب هذا الإنسان يعني سنتظرها بل بالنسبة للدول هناك عقوبات في هذه الدنيا هي سقوط الحضارات ولو استقرأت الحضارات تسقط بداية سقوط الحضارات من هنا من هذا الجبروت وهذا التسلط على الآخرين فالقرآن شيء عزيب يعني مثلاً فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيراً إنه كان يصلى سعيراً لأنه إنه دي تعليل يعني لو عزيب نفسر لأنه كان في أهله مسرورة وكان يظن أنه لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ده تجسيد فعلاً لواقع المال والغناء والبطر بالمال والتعالي على الحق ما نعيشه الآن نعم تلقينا الآن صحف الأعمال أو الكتب الموثق فيها أعمالنا يوم القيامة ما هي المرحلة التالية؟ قرأنا وقرأنا ما فيها نعم ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما يحدث بعد ذلك الأعمال توزن كمان يعني توضع على ميزان؟ على ما هي الكيفية؟ هو هذه ورد حديث بأن هناك ميزان له كفتان لكن هل هذا تمثيل للمحكمة الإلهية أو محكمة العدل الإلهية؟ أو أن فعلاً هناك ميزان له كفتان على ظاهر النص طبعاً جمهور أهل السنة على أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر القرآن الكريم لأننا دليلنا على الميزان إيه؟ إلا خلنا نؤمن بالميزان الآيات التي وردت فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية ومن خفت يعني فمن ثقلت موازينه بالإيمان وبالأعمال الصالحة فهو في عيشة الراضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامل فالميزان ده هو يعني تيألي آخر حجة أو أكبر حجة تقام على الإنسان كفت أميزان إحدهما ستحمل الحسنات والأخرى ستحمل سيئات ستحمل سيئات وأيضا والوزن يومئذ الحق دقيق دقيق طبعا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون إلى آخر الآية الكريمة يعني عندي أكثر من آية في القرآن تقول انتبهوا في موازين ستزن عليكم أعمالكم يعني توزنوا عليكم أعمالكم يوم القيامة أو توزنوا عليكم أعمالكم يوم القيامة فالوزن هذا لا مفر من الإيمان به لكن ما كيفيته الله أعلم المحتزن مثلا أنكروا الوزن الحسي بس الاشتراك هنا في اللفظ لكن مع فارق طبعا والميزان أيضا سيكون مع فارق لو تصور لأن هناك مش حيبقى مثلا ميزان وبساموه سنج لا هذا موضوع آخر إنما هل سيكون ميزان ستضع في أعمال كل واحد شخصا وراء آخر أو ماذا سيكون الأمر أهل السنة يقولون بكيفية لا يعلمها إلا الله ولكن لا بد من أن نؤمن بأن هناك ميزان وأن هناك أعمالا وأن هناك وزنا ومن رحمة الله سبحانه وتعالى قد يعني أدورت حديث برد بأنه ممكن السيئات تتجمع في كفة وتنزل ولكن توضع تمره تصدق بها احتسابا لواجه الله في الأخرى فتطيش الصفحة نعم وأيضا العبد الذي وضعت كل صحفه فليس له شيء فوضعت بطاقة بطاقة اللي هو تحمل الإيمان يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأيضا يعني تزن كل هذا وده يجعلنا ربما لا نستهين بأي بادرة طيبة لا لا بالعكس طبعا ولو بشيق تمره مش ولو بشيق تمره ولو بشيق تمره زي التبسم أو التبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي يعني أنت يعني في البير مثلا وانا حصلت الأيام اللي شفتها بيطلع فيه الدلو اللي فيه الواحد يكون معه حاجة يقول ولا دي نشرط ما يعني يعني لا حتى لو سقيت كلب هذا الكلب يعني الذي سقاه الرجل غفر الله له وفي رواية أخرى كانت امرأة بغية التي سقت هذا الكلب الذي كان كاد يموت من العطش وغفر الله لها وادخلها للجنة فيعني المسألة مش طالح مئة في المئة وليح يعني تعرض لها في مبحث الشفاعة الذي يهمنا هنا هل الأعمال التي ستوزن هنا معركة المحتزنة أنكروا لماذا؟ قالوا الأعمال أعراض يعني الصلاة دي مش جسم عشان توزنوا إنما توزنوا الأجسام فإزاي حتجيب للصلاة أو تجيب لي مثلا الكلمة الطيبة أو تجيب لي الابتسامة في وجه الآخر وتوزن هذه أعراض يعني ليست ليست جواهر أو أجسام مش جواهر معنى الذهب يعني جواهر معنى أجسام كيف توزن؟ قالوا المراد تنبيه على أن هناك عدلا مطلقا لا يغادر يعني صغيرة ولا كبيرة فده كأنه تمثيل أو رمز لكن رد عليهم برضو الأشاعرة وقالوا يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجسد هذه الأعمال يحول الكلمة إلى شيء ملموس وتوزن بالفعل وقالوا يعني إذا أمكن في العقل أن نتصور هذا فلا داعي لصرف الآيات عن ظاهرها أنا أصرف الآية عن ظاهرها حينما يتدخر العقل ويقول كيف هذا مستحيل ظاهر الآية هذا مستحيل هنا أنا لازم أتبع العقل وأبحث عن تأويل للآية لأن إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل ودي قاعدة من ذهب ترد على الذين يقولون الإسلام ما فيش عقله ده بالعكس ده الإسلام بيقول لك إذا والله تعارض بس العقل الصحيح مش العقل المغرض اللي مش عايز دين ولا عايز قرآن ولا عايز يسمع كلمة إسلام ولا كلمة مسيحية لا إحنا متكلم على العقل السليم إذا العقل السليم تعارض مع نص وقال لك هذا النص يسلم بديهيتي فورا على المؤمن أن يقدم حكم العقل وأن يؤول النص بما بما يتوافق مع العقل بما يتوافق مع العقل وهنا هذا التأويل هو الذي نتبعه ده تأويل النص المقبول ده تأويل الوحي تأويل النص سواء كان قرآنا أو كان حديثا شريفا هنا الأشاعراء وأهل السنة قالوا ما الذي يلجئني إلى أن أصرف كلمة ميزان ووزن وأعمال على حقيقتها عن حقيقتها هل العقل يرفض أن تتجسد إذا كان يحاول الطاقة إلى مادة فما من هذا الباب الطاقة هي التي كذا تحول إلى أو هي الطاقة مادة أصلا فممكن تحول فمن الجائز إذا كان الإنسان استطاع هذا من الجائز أو من باب أولى أن يقدر الخلاق العليم أن يعيد هذه الأعمال ما كان منها معنويا ويجسده في شكل أجسام قابلة للوزن ثم توضع على ميزان محسوس وتوزن وتتبين النتيجة ومرة أخرى ربما يعني لا يفيد الانشغال بهذه الكيفيات لا تحجر على العقل وهو العقل صحيح قلت سمع كلمة ميزان ضروري حينشغل بصورة طبعا والإسلام دينه العقل لكن كل هذا أو أن الله سبحانه وتعالى يمكن يخترع ميزان من طبيعته أن يزن الأعمال اللامحسوسة نحن عندنا الآن مخترعات عندنا موازين للضغط الجوي عندنا موازين للسرعة عندنا هو الطير ماشي كده مش عنده ميزان بيعرف به سرعته بيعرف به الضغط بيعرف به الحرارة مثلا الحرارة ليست جسما مثلا في الإنسان طبعا إنما تتعرف عليها بقياسه فإحنا استطاعنا مؤخرا النقيس هذه الأمور التي هي يعني أقرب إلى المعنويات وليس إلى الماديات يعني ليس ببعيدنا عن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الميزان من هذا القبيل الميزان الذي يمكن أن يسجل أو يزن الأعمال المؤمن وأعمال العاصي والفاسق من أمثال الصلاة من أمثال النيات الحسنة كل هذا ممكن يقترع لها ميزان يقيسها إحنا اقترعنا ميزان يقيس أمور لا جسمية لا جسمية فما فيش مشكلة يعني طيب بعد وزن الأعمال كيف نعلم بحكم الله عز وجل بشأن هذه الأعمال هذه الأعمال بعد الوزن خلاص أصبح الإنسان عليم بحكم الله لا بين يدي الله وبعدين طبعا سيكون الأما أن يعني سيأتي بعد ذلك مسألة الصراط نعم وطبعا يعني هو بيبقى عارف أنه هو ريع فيه يعني فيجساز الناس إلى الجنة أو يقعون فيه لكن كل هذا متروك لله سبحانه وتعالى هو المنتظر من رحمة الله أن يعفو عن كثير وسنعلم فيه الحديث عن شفاعة عن النار بالذات أن منهم من قال أنها غير مستمرة وأنها سيأتي وقت بعد أن يستوفى أهل العذاب عذابهم أن تفنى بعد وزن الأعمال ومعرفتنا بحكم الله عز وجل ماذا يحدث على الصراط وكيف تكون الشفاعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة